أم اللول إلى سجن مؤبد حكم أشعل ردود فعل وتساؤلات كبيرة إذ جاء إعلان المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية عن تفكيك شبكة خاصة بمتاجرة المخدرات تتصدرها المشهورة بأم اللول مبالغة في الحكم هكذا كانت عنوين البعض من المنتقدين لمثل هذا القرار فيما ذهب آخرون لاعتماد وجهة نظر تتمثل بأن ما يجري بحق مشاهير ومؤثرين تحت عنوين المحتوى الهابط قد تكون لبعض الفاسدين أياد خلفه بما يتعلق بالحق الضرري ببعض هؤلاء المشاهير وكل تلك القصة خلت تماما من اتهام أم اللول بقضية متاجرة بالمخدرات ما أحدث ضجة في الشارع العراقي سيما لدى ناشطين دعوا لأن تتخذ أشد العقوبات بتجار مخدرات ومثلها بفاسدين من سياسيين وموظفين نهبوا أموال البلاد وهو ما يعني تحديدا بعد قضية مقتل التكتوكر أم فهد في العاصمة بغداد أن لا يتم المزج بين المتورطين بقضايا وجرائم كالمخدرات وبين استهداف بعضهم عبر حملات تشن عليهم في منصات التواصل يتضح هذا بآراء بارزة في الشارع العراقي بضرورة محاسبة المتورطين فعلا بتجارة المخدرات لما لها من مخاطر كبيرة تضرب المجتمع العراقي إلا أنها آراء حملت في ذات الوقت لوما كبيرا سيما أن بعض الأصوات طالبت بمحاسبة من يقف خلف تحريض هؤلاء المشاهير والدفع بهم لاقتراف جرائم كتجارة المخدرات وبالطبع هؤلاء حسب محللين من أصحاب النفوذ الذي يتمنى الشارع العراقي أن يراهم خلف قطبان السجوء اشتركوا في القناة